هسا نجي عندنا هنانا للموضوع الثاني اللي هو التورباين ادنا الشيط الثاني طبعا الشيط الثاني ادنا هنانا سؤال الاول يقول water is delivered from receiver through a 1 meter diameter pin stock of length هلقد يعني اندي فت مستلم معين اللي هو رح يكون انبوب مقدار القطر مات هلقد ومقدار ال pin stock اللي هو الطول مال الانبوب مقداره هلقد وكاتب لي the surface of receiver is 78 higher than the nozzle طبعا هو مراسم لي السؤال فاني اجي ارسمه فاذن هو شنواني بما انو عندي مستلم من انبوب معين ومنطيني طولة وقطرة اذا رح يستلم اكيد من خزان فاني رسمت لخزان ورسمت الانبوب وشنو بعدش كاتب لي كاتب لي انو فرق الارتفاع 670 higher than the nozzle يعني معناها انو انا اندي نوزل بالنهاية ما للانبوب اللي هو هنانا ففرق الارتفاع من الانبوب اللي هو هنانا نطيني 670 متر بما انو هو ذكر لي نوزل اذا موجود شنو بعد اندي كتب لي the built on wheel عن طريق هاي الكلمة عرفت ان هاي قوانيما التوربين رح استخدم هذا دايميتر اف هلغت منطيني القطر مالته ومنطيني the nozzle diameter is هلغت مقدار القطر مال الدياميتر ومنطيني the turbine has an efficiency of هلغت assume that the resistance coefficient of finn stock is هلغت يعني منطيني الكفاءة مال التوربين ومنطيني the friction المعناها اكو خسائر and the head losses in the nozzle is negligible يعني اهمل الخسائر اللي موجودة عندك بالنوزل دي صير يقولك احسب ال power developed يريد ال power المستلمة ومنطيك كفاءة يعني انت قيمة رح تكون اطلعها حتى هاي القيمة اللي تطلع لك تضربها في هاي الكفاءة اللي عندك رح تطلع لك الناتج يعني شنو احنا شعدنا قوانين احنا ما عدنا power developed احنا عدنا قانون لل input power يعني ال power اللي مدخلة فاني من اطلع ال power المدخلة انا دخلت لل pump power معينة من رح يكون يخرج اكيد مو مثل اللي مدخلها اكيد اكو خسار اكيد اكو امور فهو شمسوي حاسب ذني الامور ومخلصنو منطيناها على شكل كفاءة كفاءة المضخة هلقت ما تنطيني اكثر فش رح اسوي هاي الكفاءة اللي اندي اضربها في هاي القيمة اللي باني طلعتها ال power اللي مدخلها اني رح تطلع لك الناتج اللي احصله من هاي المضخة زين شنو بعد كاتب لي يعني يريد ال N عندما يكون ال speed factor مقداره هلقت هذا الا قانون واحد مباشر شي للقانون ولزقة ما تعرفش تسوي بسي شي لزقة عرف انه انت رح تستخدمه بالسؤال ينهو هذا الرمز هو الى قانون واحد ولازم رح تكون تستخدمه زين سؤال للنقطة الثالثة شنو The torque exerted on the turbine shaft يريد عندك الترك مال التورباين يريده من يمك فانت هنانا شنو رح تجي تسوي طبعا انا رح اخلي هسا بالك الحل خلي نفرض انه انت كل شي ما تعرف هسا بالسؤال اولا شنو ذكرلك نقطتين فانت مقدما هاي خليها دائما يمك انت رح تسوي معادلة برنولي بما انه هو ذكرلك خزان ونقطة مال نوزل مطقيا لازم رح تكون تستخدمها انت اكتب المعادلة وما عليك شي السوي ما تسوي بها بعدين تعرف واكتب قانون الفاي وهم ما تعرف شي السوي بي زين هسا شنو رح تجي تسوي اول شغلة رأي من يمك انت ال power رح تجي انتهسة للدفتر تشوف قوانين ال power اللي عندك عندك هذا قانون وهذا وهذا هو هذا القانون ما تقدر تستخدمه ليش لانه هو رايد power ورايد تورك منطقيا ما تقدر تستخدمه مجهوليا هاي هذا ما تقدر تستخدمه ما عندك سوال في زوايا ودني الامور اذا بقالك هال شنو هذا الشي يراد لك هذا القانون رح اشيله آني ورح اجي ألزقه هنا هذا القانون الشي يراد لكيو ويراد لأتش الكيو شو منطيني منطيني هو القانون ما للكيو هو الفي في الاي فاني عندي مساحة عندي اقطار واشياء اقدر اطلع مساحة وعندي سرعة واحدة منطيني اياها بالسؤال اقدر اقول اني الفي في الاي هو فاتحها هنانا كاتب اي وان في وان بس ممكن انا يسويها خطوة قابلها اطلع لكيو وعوضها هنا اي ان تكون المهم عندي الاي وعندي الفي القاما مين قاما اما تسعة الاف وثمانمية وعشر بحال شان موي او اقول الروه في الجي وحسب حسب القيم المنطيني اياها اذا شان منطيني كثافة فاني كان ما تكمالتها اضربها في الجي عندك هنا شنو الـ H-theoretical اللي هي هاي هاي من جتي اولا انت ها انت ها سمجقول الـ H-theoretical ما راح تجيبها راح تجيبها انت من معادلة برنولي مثل ما انا ذكرت بالقوانين معادلة برنولي ممكن تستخرج من يمها H-theoretical وممكن تستخرج من يمها H-actual شلون تستخرجها اذا اخذت اللوسز بنظر الاعتبار فاذا هاي H-actual حقيقية اذا بشلت اللوسز صارت theoretical صارت حالة مثالية حتى ما تأخذ اي خسائر بنظر الاعتبار حابب مين هذا الشي اللي هو مننا هسا عندك هاي H-actual تساوي H-theoretical زايدا H-losses اللي هي شنو انضفت اللوسز ويا الثيوراتيقال ويا الحالة المثالية واخذت بنظر الاعتبار الخسائر صارت actual صارت حالة حقيقية مو مثالية احنا ما عندنا حالة مثالية بالحقيقة اذا انا ردت H-theoretical اش راح اسوي اشيلها يحطها هنا احولها حصير سالبة وتطلع لي H-theoretical زيان هسا انا اش راح اجي اسوي كتابة معادلة برنوني ما بين نقطة الأو نقطة واحد الضغط معرضي ضغط جوي السرعة كل صفر افرضها ليش لان النسب كلش ضائلة مثل ما عندكم خزان البيت من تفتح البوري ضائل كلش انه كمية تسحب من الخزان فالخزان ما يفرغ بسرعة فمثل اخذ بنظر الاعتبار داني السرعة الزت او اعوفها بي وان معرض في ضغط جوي في وان ما اعرف القيمة مالتها هذا يعني صفر قصدي زت وان بقت اش لوسز اعوفها حطيت انا الصفاري من المعادلة هاي حولت انا هاي الزت وان اهنانا وصارتي زت او ناقص الزت وان تساوي هاي اللي مننا هاي الجهة لي منه اقدر افك الاش لوسز رح اصير له شاي مين جبتها انا جبتها من خلال القانون مالة اللوسز عندي قانون للوسز اللي هو هذا ايش لوسز تساوي سمواشين الاف في الال على الدي في تربيع على اثنين جي زائدا سمواشين الكي في تربيع على اثنين جي انا كي ما ذاكر ليها لا ذاكر لي عكوسة لا ذاكر لي امور فهاي تنحدث شرح يبقالي بهاي الحالة يبقالي هاي الجهة فأنا رح اكتب لها فقط هاي الجهة فاش صارت هسا هنا انا نرجع هاي صارت هيج بعدين شنو اراها بعدين خلي اني نمشي على هذا القانون قبل لا افكل اش لوسز خلي نقول هذا هذا شن صار اذا انا اش رح اسويهنانا بهاها اللي عندي وينها عندي هاي هاي الاجتوال إذا شلت اللوصص حولتها هنا وصارت سالبة رح تطلع لي الـ H-Theoretical ممكن هاي أرمزلها برمز أسميها H فأنا شرح أسوي هنا أنا رح أجي على هاي الخطوة أقول له الـ H هاي رمزتلها H اللي هي V1 تربيع على 2G ش تساوي؟ تساوي هاي القيمة الحقيقية ناقصاً اللوصص هي بس مجرد شلتها منك وهاي رمزتلها برمز الـ H صار هيش الشكل ما للمعادلة شنو بعدين وراها؟ أنا أريد أدبر له V1 أريد أطلع السرعة ما لتجت عندي الموجودة الـ V1 ش رح أسوي بهاي الحالة؟ أدبر له لازم معادلة رقم 2 أقول له V-A تساوي V-A زين أنا هسا ليهنانا عندي مجاهيل الـ V1 في الـ A1 على الـ A هاي الموجودة عندي الأقطار والأشياء والهاي طلعت لي معادلة رقم 2 أتشيل معادلة رقم 2 أعوضها بواحد رح تطلع لي السرعة الـ V1 أشيل الـ V1 أعوضها هنا طلعت لي أنا عن طريقة هاي الـ H أشيل هاي الـ H أحطها هنا الكيو ما عندي ما عندي السرعة سرعاني طلعتها هل سمنانا أشيل هاي السرعة اللي موجودة عندي أحطها هنا ويه المساحة اللي موجودة هاي صارت input power طلعت لي هاي عندي كفاءة من طنيها بالسؤال أنا ما أريد الـ input power ما أريد المدخلة أنا أريد الناتجة لأنه كاتب لـ power developed يعني معناها المستلمة إذن أضرب الكفاءة اللي عندي بالقيمة لمطلعها وراها شنو؟ يريد من يمي الـ N أن ما نجيب الـ H أن ما تطلع بس من قانون الأوميغا اللي هي هاي شنية الأوميغا أوميغا 2πN على 60 تطلع الأوميغا من أوميغا تطلع من قانون الـ U اللي هي الأوميغا في الـ R زيان أنا ما عندي U U ما نجيبها هو منطيني speed factor إذن أقول له هاي فاش صارت عندي هنا جد كتبت هذا القانون أول شي لحظة أول شي وحدة وحدة الأوميغا شنو 2πN على 60 إذن أنا أريد أدبر لا لازم أوميغا بالبداية أنا لا عندي الأن ولا عندي الأوميغا أوميغا مين راح أجيب الهي أجيب الهي من هذا القانون شلت هذا القانون اللي زكت هنا اليوم مين أجيب الهي جبتها من هذا القانون شلت القيمة اللي عندي أنا ملت لي وحطيتها هنا ورا ما طلعتها هيت شلت القيمة حطيتها هنا R عندي أطلع أوميغا أوميغا شنو 2πN على 60 أضرب طرفين بوسطين أطلع الآن وراها شنو يريد من يمي التورك يبقى لي فقط الترك واحدة. رح يبقى لي هذا الترك. هاي طلعت المعادلة. هذا السؤال الاول خلاص.